تغريدة واحدة لوزير الداخلية نهاد المشروك كانت كفيلة تحوير قضية قضائية وأمنية ببحتة إلى قضية في البزار الانتخابي تدخل ضمن حسابات الناخبين فقد غرد الوزير المرشح عن مقعد السني في دائرة بيروت الأولى حاسماً كل اللبنانيين يعتذرون إلى زياد عيتاني البراءة ليست كافية الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة والويل للحاقدين الأغبياء الطائفيين الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف البيروتي الأصيل العروبي الذي لم يتخلى عن عروبته وبيروتته يوماً واحداً هذه التغريدة حولت الأنظار إلى الأصوات البيروتية وأثارت غضباً كبيراً لدى المغردين حتى أن رئيس اللقاء الديمقراطي الناء وليد جمبلات رد عليه بالقول ألا علاقة لللبنانيين بالاعتذار إلى زياد عيتاني وما من أحد فوض إلى الوزير التحدث باسمهم على السلطة الاعتذار إلى اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغناط جمبلات عاد ومسح تغريدته ثم غرد مجدداً قائلاً لا علاقة لللبنانيين بالاعتذار إلى زياد عيتاني اعتذروا أنتم يا أهل السلطة إلى هذه الفضيحة الأمنية والقضائية واستقيلوا والفضائح لا تعد ولا تحصى في جعبتكم لكن الأخطر أنكم خلقتم مناخاً من التشكيك في الأجهزة سيستفيد منه الإسرائيلي إلى أقصى حد وبالتالي تعرضون الأمن الوطني بجهلكم للخطر الاستفادة الانتخابية من هذه القضية تجلت توضيحاً في مؤتمر صحفي لعائلة عيتاني هو البزار الانتخابي مفتوح من زمانة مش منها لا عبتار في تمام هالشي ولكن هيدا هالشي ما له دخل بالانتخابات ونحن عم نطالب كعائلة إبعاد الانتخابات السياسية الانتخابات النيابية عن هيدا الموضوع ولأنه في بعض المرشحين وبعض الذين يأخذون المعركة الانتخابية يحاولون من خلال هذا الموضوع كسب شعبية تغريدة المشنوق لم تمر مرور الكرام لدى وزير العدل سليم الجريساتي الذي غرض رداً على المشنوق قائلاً الشعب اللبناني لا يعتذر إلى أحد ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار إعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده الذي يلفظ أحكامه وحيداً باسم الشعب اللبناني بينما زميل وزير العدل في تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود فغرد رح نعتذر منك لأنك عميل بغطاء وحماية يا سلام على العملاء الكلاس دخلكم العميل بلا حماية شو من قل له سوري بدك تكلا بلا حماية بس هيك ليعود أسود ويمسح تغريدته أيضاً من جهته قال رئيس حزب التوحيد ويأموها في تغريدة إذا كان المشنوق معجباً بوطنية عيتانة فلنسعى لتعيينه وزيراً للداخلية أما الاعتذار فيجب أن يوجه إلى آلاف المسجونين من دون وجه حق حمان الله من شرور الانتخابات وفساد الأخلاق خلالها ولنترك الحكمة للقضاء أما اللواء جميل السيد هو الذي سجن أربع سنوات قبل أن تعلن براءته غرد أنه لو جرع عام 2009 سجن القضاة سعيد ميرزا وليسعيد سقر سقر والضباط أشرف ريفي وويسام الحسن بجرم تلفيق شهود الزور لاعتقالهم الدباط الأربعة بجريمة رفيق الحريري لما تجرأت المقدم سوزان الحاج على تلفيق التهمة لزياد عيتانة أربعة عشر أدار علمتم قضاتكم وضباطكم على الزعرنة وتطلبون اعتذار الناس ترجمة نانسي قنقر